السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء طلاب الصف السادس من رياضة ومدارس جامعة الزرقاء اليوم سنقوم بحل أسئلة درس حجم متوازي المستطيلات لمادة الرياضيات معكم معلمة المادة أريج السفاريني تمارين صفحة 63 السؤال الأول يقول جد حجم كل من المجسمات الآتية علما بأن طول كل مكعب بالصورة هو وحدة واحدة إذن المكعبات الصغيرة طول أو طول كل مكعب من المكعبات الصغيرة هو وحدة واحدة نلاحظ بالشكل الأول لدينا هنا مكعب كل واجهة فيها عدد من المربعات الواجهة الأمامية فيها أربعة مربعات الواجهة العلوية فيها ست مربعات الواجهة الجانبية فيها ست مربعات إذن يكون العرض فيه مربعان الطول فيه ثلاثة مربعات والارتفاع فيه مربعان إذن نلاحظ أن أبعاد الشكل الأول هي اثنان ثلاثة اثنان لإيجاد حجم متوازي الأضلع نقوم بضرب الأبعاد الثلاثة إذن حجم متوازي الأضلاع يساوي في الشكل الأول 2 ضرب 3 ضرب 2 ويساوي 12 وحدة مكعبة الآن الشكل الثاني لدينا هذا المكعب وهو مكعب مكبر نلاحظ أنه يوجد لدينا 5 مربعات بشكل أفوقي و5 بشكل عمودي إذن الواجهة الأمامية فيها 25 مربع الواجهة الخلفية 25 مربع والواجهة العلوية 25 مربع إذن كل واجهة من هذا المكعب فيها 25 مربع إذن أبعاد المكعب هذه تكون 5 في الطول و5 في العرض و5 في الارتفاع إذن حجم المكعب يساوي 5 ضرب 5 ضرب 5 ويساوي 125 وحدة مكعبة الشكل أو المكعب الأخير لدينا بالواجهة الأمامية أربعة مربعات الواجهة الخلفية أربعة مربعات الواجهة الجانبية أربعة مربعات والواجهة العلوية أربعة مربعات إذن نلاحظ بأن الأبعاد هي 2-2-2 إذن حجم المكعب يساوي 2 ضرب 2 ضرب 2 ويساوي 8 وحدات مكعبة ننتقل الآن إلى السؤال رقم 2 من صفحة 64 يقول السؤال صندوق مملوء بمكعبات حجم الواحد منها 8 سنتيمتر مكعب احسب حجم الصندوق من الداخل إذا كان يتسع لخمسين مكعباً حجم الصندوق من الداخل هو يساوي حجم المكعب أو حجم خمسين مكعب صغير لماذا؟ لأن الصندوق يتسع لخمسين مكعب إذن نريد أن نجد حجم خمسين مكعب وبذلك نكون وجدنا حجم الصندوق كامل إذن حجم الصندوق يساوي حجم خمسين مكعب صغير لدينا حجم المكعب الواحد إذن نقول خمسين ضرب حجم المكعب الواحد المكعب الواحد حجمه 8 سنتيمتر مكعب إذن خمسين ضرب ثمانية ويساوي أربعمائة سنتيمتر مكعب ننتقل الآن إلى السؤال الثالث السؤال الثالث لدينا أبعاد ولدينا حجم لدينا ثلاثة أبعاد لمتوازن مستطيلة طول وعرض وارتفاع ولدينا الحجم في كل فرع مجهول لدينا معطى ثلاثة معطيات ومجهول معطى واحد نرى أن بالفرع الأول يوجد لدينا الطول 10 سنتيمتر العرض 6 سنتيمتر والارتفاع مجهول الحجم 480 سنتيمتر مكعب تطبيقا على القانون نجد البعد المجهول تطبيقا على القانون نجد البعد المجهول الحجم 480 يساوي حاصل ضرب الثلاثة أبعاد عشرة ضرب ستة ستين ستين ضرب ما هو العدد المجهول الذي نضرب بالستين ليكون الناتج 480 يكون العدد هو ثمانية سنتيمتر الآن الفرع الآخر لدينا الطول 12 والارتفاع 10 والحجم 360 حسب القانون الحجم 360 يساوي 12 ضرب عشرة ضرب العرض 12 ضرب عشرة 120 120 ضرب ماذا يكون الناتج 360 ضرب ثلاثة وهكذا نكمل في الفرع الأخير الحجم 250 سنتيمتر مكعب والمجهول الثلاثة أبعاد مجهولة الطول والعرض والارتفاع كيف نستطيع أن نجدها؟ نقول بأن الجذر التكعيبي للـ 250 يساوي 6.3 6.3 6.3 هكذا نجد الأبعاد الآن ننتقل إلى سؤال رقم أربعة سؤال رقم أربعة يقول جد عرض متوازي المستطيلات إذا كان طوله 37.5 وارتفاعه 20 سنتيمتر وحجمه 13500 سنتيمتر مكعب تطبيق مباشر على القانون ولكن المجهول لدينا العرض نريد أن نجد العرض نفرغ المعطيات في السؤال نقول بأن حجم متوازن المستطيلات يساوي الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع حجم متوازن المستطيلات هو 13500 يساوي الطول 37.5 ضرب العرض مجهول ضرب الارتفاع 20 عندما نضرب العددان المعروفان لدينا يصبح الناتج 750 ضرب العرض إذن 13500 تساوي 750 ضرب العرض لإبقاء كلمة العرض لوحدها لمعرفة قيمة العرض نقسم طرفي المساواة على 750 750 بهذا الطرف تقسيم 750 الناتج واحد يبقى العرض ضرب واحد يعني العرض ها هو 13500 تقسيم 750 يساوي 18 سنتيمتر إذن العرض يساوي 18 سنتيمتر في هذا السؤال ننتقل الآن إلى السؤال الخامس السؤال يقول ثلاجة على شكل متوازي مستطيلات مساحة قاعدتها 20 ألف سنتيمتر مربع جد حجمها إذا كان ارتفاعها 180 سنتيمتر نلاحظ بأن الثلاجة شكلها على شكل متوازي مستطيلات ولدينا القاعدة ولدينا الارتفاع هل نستطيع أن نجد الحجم؟ نعم لماذا؟ لأن حجم الثلاجة هو نفسه حجم متوازي مستطيلات حجم متوازي مستطيلات إما حاصل ضرب الأبعاد الثلاث أو مساحة القاعدة في الارتفاع كما تحدثنا في فيديو الحصة السابقة إذن مساحة القاعدة في الارتفاع القاعدة لدينا 2000 والارتفاع 180 2000 ضرب 180 يصبح الناتج 360 ألف سنتيمتر وكعب هذا هو حجم الثلاجة السؤال السادس يقول خزان ماء على شكل متوازي مستطيلات طوله 8 متر وعرضه 4 متر وارتفاعه 3 متر جد سعته سعة الخزان أي ما يحتويه الخزان من الماء أي نقصد به حجم الخزان إذن سعة الخزان هي نفسها حجم الخزان وبما أن الخزان شكله متوازي مستطيلات إذن أنا أتكلم عن حجم متوازي المستطيلات حجم متوازي المستطيلات يساوي حاصل ضرب الأبعاد الثلاث إذن حجم الخزان يساوي الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع ويساوي 8 ضرب 4 ضرب 3 ويساوي 96 سنتيمتر مكعب إلى هنا طلاب الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية أسئلة تمارين ومسائل من صفحة 64 أتمنى أن تقوموا بدراسة الأسئلة ودراسة الدرس ومتابرة على حل التمارين أتمنى أن تقوموا أعفهم أتمنى أن تقوموا أعفهم